هذا واتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل ورئيس مجلس السيادة السودانية وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالخيانة والانقلاب والبدء بما وصفها بالحرب في البلاد وكشف حمدي في تسجيل صوتي أنه اتفق مع البرهان على وقف التصعيد لكن الأخير انقلب واتفقنا أنه يا أخي نوقف التصعيد واتفقنا وأنا حتى اخترحت لك قلت لك نعمل توأمة بين الجيش الدعم السريع ونخنقت كده وبعد ذاك وقفقت وكلمتك بمروي قلت لك يا أخي أنا دادي بكون في مروي مرودي فيه طيران حديث كلمتك بالواضح حتى أنا ما يعني دا مفروض ما أقول كلام دي دا هين قلت لك قلت لك طب مرودي فيه طيران فيه طيران أجنبي الذي يكون في مروي ما رفدت لو رفدت أنا بقول لك أنا دايلة البديل لكن إنت ما رفدت طيب إنت قلت نحن خونا وإحنا الخيانة وبتشبهنا إحنا ممنخون نحن ممنخون والخيانة وبتشبهنا الخيانة جارة في دمك إتا وربنا خرق لك دم كل خيانة فدي أطلع منها دي دي تجارة خسرانة يا صاحبي كلام إحنا خونا دي إحنا ممنخون وإحنا ما بدين الحرب حرب بدك إتا كما أكد قائد قوات الدعم السري على أن قواته ستقاتل حتى آخر جندي وأنه لا يسعى إلى الاستيلاء على السلطة في البلاد مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا مساجد علماء يدعو للاستنفار عشان يقاتلوا الدعم السري من ندافع عن نفسنا؟ والله ندافع عن نفسنا لآخر جندي والله ندافع عن السودان لآخر جندي الحرب ستنتهي عن بشير الشعب السوداني بإذن المعركة ستنتهي عن غريب جداً ستنتهي بإذن الله الدعم السري هو الحاجة لا يسترم سلطة الدعم السري له يحرر البلد من الفلول ومن المجرمين أمثال الأصابة أمثال برهان وأعوانه لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس الدنبيهات اشتركوا في القناة